صارنا أكتر من 30 سنة عايشين على خطة الطوارئ ما في خطة مستدامة عم تتنفذ كرمل هيك قررنا أنه لازم يكون فيه هيدا المبادرة العمقوم فيها اليوم هي بتقدم حلول جزرية لأزمة النفايات بلبنان لأنه فيه تخوف من أنه ترجع النفايات على الشارع مطامرنا من وراء خطة الطوارئ خطة الطوارئ وراء خطة الطوارئ وراء مطمر وراء مطمر عم يوصلوا لقدرتهم الاستيعابية فيه تخوف من وصول المطامر يلي هلأ نحنا متكلين عليهم فيه تخوف من أنه يوصلوا لقدرتهم الاستيعابية وأكتر يعني دايما عم بتفول مطامرنا كرمل هيك نحنا اليوم عم نقوم بهذه المبادرة مع بلدية الحازمية نحنا فونداشون ديان واتحاد إدارة تحويل النفايات يعني Waste Diversion Management Consortium مع GIZ مع BMZ مع أربعة ستارتابس أصحاب شركات الناشئة اللي هن متخصصين بجميع أنواع النفايات بإدارة جميع أنواع النفايات في عنا النفايات الإلكترونية اللي هي بتسبب ضرر هائل على البيئة في عنا النفايات العضوية اللي هي بتشكل أكتر تقريبا من 55-60% من نسبة النفايات في لبنان وفي عنا كمان أكيد النفايات النسيجية يعني التياب القديمة التياب البالية قديش في عالم قديش بيكبه تياب بينما هيدا الشيء بينما هيدا الشيء فينا نحنا نقدر نستفيد منه نقدر ببركة نعمله ريسايكلينج أو نعطيه للعالم اللي مش قادرة وفيه كمان النفايات اللي هني اللي يعاد تدويره عم بيكون في عنا كيوسك بمنطقة الحزمية انت بدل ما تكب نفاياتك يعني تكبهم كيف ما كان لازم تفرزهم من المصدر لازم تفرزهم من بيتك يكون فيه كيس للبلاستيك مثلا النساء بهيدا بهيدا المبادرة مادام ديانا فاضي اللي هي رئيسة ومؤسسة ديان هي بيونيير رائدة بمجال تمكين المرأة وكرمال هيك عم انشجع النساء يعني يفرزوا من المصدر عم انشجع كل العالم وهي المرأة هي اللي بتشجع وليدا انه يفرزوا وبتشجع انه جوزة يفرز ومتل ما قلتلك بهمنا لبنان يكون نضيفوا ما ترجع النفايات على الشارع لانه المطامر وصت لقدرتها الاستيعابية سوى فينا نخلي لبنان افضل سوى فينا نحل ازمة النفايات بلبنان انطلاءا من منطقة الحازمية بهيدا المشروع البروجيه بيلوت هيدا المشروع التجريبة لتحويل النفايات اللي عم نعملو نحنا بمنطقة الحازمية فيه كيوسك بيكون العالم تفرز نفاياتها ببيوتها بتوصل على الكيوسك الكيوسك موجود بمنطقة الحازمية نفاياتهم حقه مصاري بيعتونا مثلا البلاستيك البيبر الورق الكاردبورد منتفعلهم حقهم اكيد فيه كمان بن بنستعمله للتياب القديمة اللي بيحب يعطي تيابه القديمة وفيه بن حامرة لأيكو سيرف هي للنفايات الالكترونية كرمال النفايات العضوية النفايات العضوية نحنا فيه ترك عنا هيك في علاية دعاية الفرق بالفرز فيه ترك بتقطع على البيوت بتاخد منهم النفايات العضوية طبعا كرمال نخفف قدمة فينا الهدف هو نخفف قدمة فينا تقل عن المطامر حتى ما نوصل لكارسة بيئية وحتى ما ترجع النفايات للشارع موسيقى